من أول قناة إخبارية في الجزائر حيكم مشاهدين أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية البداية بالشأن الأمني حيث تمكن على سرؤى من دائرة عزابة بولاية سكيكدا من حظ أكثر من 3000 قرورة خمر من كل أنواع والأحجام على إثر معلومات تحصلت عليها ذات المصالح تفيد بتمكن أشخاص من إدخال الكمية المذكورة للحدود الإقليمية للبلدية ليتم ترصد تحركاتهم قبل أن تتم عملية المداهمة التي مكنت من حظ الكمية المذكورة بالإضافة إلى مركبتين الأولى الشاحنة الصغيرة والثانية سيارة سياحية على مستوى طريق الوطني رقم 44 وتحديدا بالمدخل الشرقي للبلدية المزيد في ميكروفون محمد حمدة قامت مصالح أمن الدائرة بالتنسيق مع فروعها الأمن الحضري الأول والثاني والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في تنظيم مداهمات في بحر هذا الأسبوع تبعتها ترصدات للمجرمين أينما كانوا وأينما وجدوا أصفرت هذه العملية عن حجز حوالي 3120 قارورة خمر مع سيارتين استعملتا في نقل هذه المشروبات الكحولية وهي شاحنة صغيرة من نوع أشصان وسيارة من نوع برلينغو